ثمن رئيس البرلمان العربي عدل العسومي مخرجات القمة الخالجية في دورتها الرابعة والأربعين والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتأكيدها على ضرورة إنهاء الحرب على غزة أكد العسومي على الدور المهم للوسطة المشتركة لمصر وقطر والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطع غزة وأشهد العسومي بإعلان الدوحة الذي صدر عن القمة والتي تأتي في ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة وفي ظل استمرار أوضاع مأساوية غير مسبوقة يتعرض لها الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن مخرجات هذه القمة تأتي استكمالا لمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية عملية حكومت